في محاولة من بعض الأطراف السياسية لإثارة مشاعر مواطنية الإقليم وحرف الحقائق عن نصابها رفع عدد من النواب مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي يطالبون من خلالها الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي الإقليم مباشرة وعبر حسابات مصرفية وفي وقت نوضح فيه الدستور أن الحكومة العراقية لا تستطيع تنفيذ هذا لأنه مخالف للمادتين السابعة عشرة بعد المئة والحادية والعشرين بعد المئة أكد وكيل وزارة المالية العراقية أنه يجب أن تتم جميع المعاملات بين إقليم كردستان وبغداد من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين أي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية من جانبه أكد ريبوارهادي رئيس اللجنة القانونية أنه من خلال هذه المحاولة يريدون إبلاغ الشعب كردستان بأنهم مستعدون لتوزيع الرواتب ويلقوا باللوم على حكومة الإقليم لتأخر الرواتب هادي وصف رغبات تلك الأطراف بالحملة الانتخابية نائبة رئيس اللجنة المالية خلاص الدنيمي من جانبها أكدت أن إقليم كردستان إقليم دستوري وفيدرالي لذلك لا يجوز ربط رواتب موظفيه بالراتب الاتحادي مضيفة أن النواب الذين وقوا على محاولة إرسال بغداد رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان بشكل مباشر هم أنفسهم الذين كانوا ضد إرسال رواتب موظفي الإقليم في الموازنة فالسياق أكد خبير في مجال القانون لزاق روز أن بالإمكان عقد اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهذا الشأن لكنه حذر في الوقت نفسه من إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية وقال إن هناك من يتربص بالإقليم لإيذائه بأي شك ولعل في تحذير الخبير القانوني ما يشير صراحة إلى أن هذه الوراقة ستبقى في يد جهات سواء كان توزيع الرواتب ضمن أصيغة الدستورية والقانونية أو بناء على اتفاقيات أما المؤشر الأخطر فهو أن جميع المحاولات تريد إفراغ النظام الفيدرالي من محتوى وإعادة الأمور ما قبل التغيير وكتابة الدستور ترجمة نانسي قنقر